مجلس النواب الليبي الحالي مجلس الجلسته الافتتاحية الأولى من انتخاب رئيسا لمجلس النواب وانتخب المستشار عقيلة صالح رئيسا لمجلس النواب ومعنا اليوم سيادة المستشار للتعرف على آخر التطورات فيما يخص الأزمة الليبية أهلا بسيادتك سيادة المستشار أهلا وسهلا بك سيادة المستشار في البداية بعد الهجوم على منطقة الهلال النفطي خلال الشهر الماضي أعلن مجلس النواب وقرر بالإجماع إقاف الحوار السياسي ومقاطعة الحوار السياسي بشكل كامل والآن بعد تحرير الهلال النفطي عاد مجلس النواب من جديد للعودة للحوار وصوت أيضا بالإجماع على العودة للحوار السياسي من جديد فما الذي تغير على الساحة الليبية دعا مجلس النواب للعودة للحوار من جديد هو بداية عندما أعلن السيد رئيس موسطة النفط بأن هناك ميليشيات مسيطرة على حقول النفط في الهلال النفطي مما أدى إلى خسارة ليبيا بأكثر من 100 مليار دولار نتيجة هذا الاحتلال تدخل الجيش الليبي لترد هذه الجماعة من حقول النفط وسلم المنشآت النفطية للمؤسسة الليبية الموحدة وأيضا كان داخل هذا النفط يذهب إلى مصرف الليبيا المركزي في طرابلس هذا العمل أعتقد أن أولاهو بار عليه لكن الجماعات المسلحة التي تدعمها للأسف حكومة السيد السراج لم يرضيها ما حصل تريد السيطرة هذه الجماعات الراعبية على حقول النفط حتى تستفيد من ثروة ليبيا في دعم الجماعات الراعبية داخل ليبيا وخارجها وتسيطر على الثروة الليبية مما أدى إلى أن تقوم قيادات من الراعبين المعروفين بالصوت والصورة من أتباع القاعدة وداعش وغيرها هاجموا حقول النفط تمكنوا من احتلال هذه الحقول لفترة بسيطة جدا ثم تدخل الجيش الوطني وطردهم من هذه الحقول وأخرجهم منها بقوة سلاح إذا هذا التصرف مجلس النواب تأخذ قرار بتعليق الحوار وليس بالغاية احتجاجا على أن الأطراف اللي يجب الحوار معها كانت دائمة وعلى رأسها حكومة ما يسمى الوفاق فكيف يتم حوار يرى مجلس النواب مع جماعة هي التي تدعم هذه المجموعات الإرابية التي حاولت تدمير المنشآت الحيوية للشعب الليبي ترتب التعليق أيضا وترتب إلغاء البند المتعلق بتسمية أحضاء المجلس الرئاسي بعد أن تمت أرض هذه الجماعات المهاجمة من حقول النفط رأى مجلس النواب وبناء على إرحاح من دول الجيبار وفي مقدمات المصر بأن نحوذ للحوار وفعلا عندما قرر مجلس النواب الثوابت التي يجب أن يكون الحوار عليها وفي مقدمتها إلغاء هذا المجلس الرئاسي السابق وتكون مجلس رئاسي من ثلاث أعضاء فقط وتم هذا الطلب وعدة ثوابت أخرى سيعطي وقت طرحها عندما يتم الاتفاق على هذه الثوابت فمجلس النواب سيرجع إلى الحوار لأنه يريد إخراج هذا المجلس الرئاسي الذي فشل في إدارة البلاد وكان أيضا يرحى الهجوم على كما ذكرت موسط النفط عندما يتأكد من إخراج هذه الجماعة من المجلس السياسي الليبي إذن يرى المجلس السمراء في الحوار لمصلحة ليبيا وللوصول إلى استقراره أما في ليبيا السيد فايز الصراج خلال خطابه بالكمة العربية بالأردن اتهم مجلس النواب بشكل صريح بعرقلة الحوار السياسي وأنه أحدث فراغ سياسي مما اضطروا إلى تشكيل حكومة الوفاق فما رد سيادتكم على هذا الاتهام هو أولا سيد الصراج تقدم بحكومة رفضت مرتين وحسب القانون إذا رفضت الحكومة مرتين لا يجوز لها الحودة مرة أخرى بالإضافة إلى أن المحاكم الليبية أصدرت أحكام قاطعة ونهائية بعدم شرعية هذا المجلس الرئيس ومطلب كل قرارات هذه الحكومة إذن هذه الحكومة لا شرعية لها ونحن نحتب على جماعة الدول العربية لتمكين حكومة لم تنال الثقة ولم تؤدي اليمين بل حكمت المحاكم الليبية بعدم شرعيته وطلب كل قراراتها بأن يسمح له بأن يمثل ليبيا لا يمثل ليبيا وليس له الحق أن يتكلم عن ليبيا السلطة الشرعية الوحيدة المحترف بها منتخبة من الشعب الليبي هو مجلس النواب والحكومة المنثقة عن مجلس النواب الذي رأسها حتى الآن السيد عبدالله الثني وهي الحكومة الشرعية حتى تنهى الحكومة أخرى جديدة الثقة عندها يمكنها تمثيل ليبيا من ضمن الشروط التي وضعتموها للعودة للحوار الرئاسي هو إعادة هيكلة مجلس الرئاسي بحيث يتكون من ثلاثة أعضاء ولا يكون لهذا المجلس أي دور أو تدخل في تشكيل رئاسة الحكومة فما علي التنفيذ ذلك الشرط وما هي الأسماء المطروحة للانضمام للمجلس الرئاسي المجلس الرئاسي كان يتكون من تسع عضاء فشل فشل ذريح في إدارة البلاد بسبب كثرة العدد والاختلاف من البداية هناك أوضعين لم يلتحق بالمجلس وأناك عضو ثالث قدم استقالتي وبقى العضاء هناك خصومة واضحة بينهم كل ما يصدر رئيس المجلس قرار يقوم الطرف الثاني بمحاولة هذا القرار يعني أنهم لم يستطيعوا حتى السيطرة على العاصمة ولم يعملوا شيء منذ أكثر من سنة ونصف مما أدى إلى تغفيض عدد المجلس الرئاسي من ثلاث أعضاء عن كل إقليم عضو أرى أن أعضاء مجلس النواب في كل إقليم هم من يسمون العضو الذي يمثل هذا الإقليم وبالتالي يتكون مجلس رئاسي يختص بصلاحيات رئيس الدولة هذا المجلس الرئاسي يكلف شخص وطني يكلف حكومة وطنية تعرض على مجلس النواب لكي تمنح الثقة من مجلس النواب لا توجد دولة برلمانية في الدنيا كلها أن يكون رئيس الدولة هو رئيس الوزراء في مصر في تشاد في النيجر في تونس في الجزائر في المغرب في كل بلد هناك رئيس للدولة وهناك رئيس الوزراء لأن رئيس الوزراء يتعرض لمساعدة مجلس النواب وقد تسحب من الثقة في الصباح مما يمكن رئيس الدولة بتكريف شخصية أخرى لتشكيل الحكومة بدل أن نكون في فراغ سياسي كل ما حجبت الثقة عن رئيس الوزراء والذي هو رئيس الدولة يعني هو سقوط للمجلس بكامله المادة الثامنة من الأحكام الإضافية باتفاق الصخيرات كانت محل جدل واسع خلال الفترة الأخيرة واعترض عليها مجلس النواب ومن ضمن الشروط التي وضعها مجلس النواب هو إلغاء هذه المادة وهذه المادة كانت تنص على أن كافة المناصب العسكرية والأمنية العليا تعود إلى مجلس الوزراء فما رؤيتكم لتوزيع تلك الاختصاصات بعد إلغاء هذه المادة؟ سبق لمجلس النواب وأن وافق على الاتفاق السياسي بهذا الشرط للأسف المجتمع الدولي اعتبر أن مجلس النواب احتمد الاتفاق السياسي وهو في الواقع لم يحتمد الاتفاق السياسي إلا بهذا الشرط الذي لم يتحقق وهو شرط واقف إذا لم يتحقق هذا الشرط كان الاحتماد لم يكن بدليل أن مجلس النواب لم يضمن هذا الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري حتى يشرعا ويحتبر دستوريا وأيضا أكد المجلس النواب في جلساته الأخيرة بإلغاء هذه المادة أيضا وإلغاء يعني أي من الاتفاق السياسي أما فيما يتعلق بالاختصاص فيتوزع كما هو معمولا به في الدول المجلس الرئاسي سيكون هو رئيس الدولة ما يملك رئيس الدولة في أي دولة أخرى سيملك هذا المجلس الرئاسي وستحل كل هذه الأمور إذا دعمنا المجتمع الدولي وخاصة دول الجوار التي تعرف خصوية الشعب الليبي في تمرير هذه النقاط التي أقرها مجلس النواب وأعتقد أنه وجد الترحيب حتى من المجتمع الدولي سيادة المستشار ما رؤيتكم الآن للحوار السياسي بعد تصويت البرلمان على العودة من جديد وخاصة أن المجلس يصر على أن تكون جلسات الحوار السياسي داخل ليبيا أمل أن المجتمع الدولي وخاصة الدول الجوار الآن لمكلفة برعاية هذا الحوار أن تؤكد على هذه الثوابت وأعتقد أنها مقبولة من معظم الشعب الليبي هذه النقاط التي حددها مجلس النواب أما فيما يتعلق بالحوار داخل ليبيا هذا يعني أن الحوار يجب أن يكون بين الليبيين لو سيئة لأحد على الشعب الليبي نحن دولة مستقلة لا نقبل فرض شخصيات تحكم ليبيا لكن هذا لا يحول دون عاقد بعض الجلسات خارج ليبيا ولكن الأساس ليبيا آمنة فيها مناطق آمنة الجهات المشرفة على الحوار الأمم المتحدة جماعة الدول العربية الدول الجوار بإمكانها تنحقد عدة مرات في ليبيا وأيضا بعض المرات في خارج ليبيا ولكن كأن ليبيا لا يجوز الاجتماع فيها وكأنها غير مستقرة هذا أمر غير صحيح نحن نريد الحوار ونرحب الجهات المشرفة على الحوار سيادة المشارد لقد قمت سيادتكم بالدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة قبل حلول فبراير 2018 ألا ترى أن هذه الخطوة تحيد بها العديد من المخاطر في زل استمرار العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الليبي وسيطرة الجماعات الإرهابية على بعض المناطق داخل ليبيا هذه الدعوة تنفيذة لقرار من مجلس النواب الذي سبق له أن قرر أنه يجب أن يسلم السلطة لجزء الشرعي منتقد وبالتالي يجب علينا أن نفتح الأبواب لسؤال إلى جزء المعنية ومفوضية الانتخابات وسلطات الأمنية هل في إمكاننا أن نقوم بهذه الانتخابات حتى لا يسجل علينا أن نحن متمسكون بالسلطة أو بالبقاء بالكراسي كما يقال وبالفعل ردت علينا مفوضية الانتخابات وأنها قالت على استعداد لإجراء الانتخابات شريطة أن توفر بعض التعديلات التشريعية وهي الآن معروضة على مجلس النواب وربما نأمل أن لا يأتي هذا الوقت إلا وقضية ليبيا قد تم توصل إلى وفاق فيه وعندما يتم الوفاق لما لا يكون هناك انتخابات مبكرة المادة العشرين من المبادئ الحاكمة لاتفاق الصخيرات أكدت على التزام الجميع فيما يخص القرارات التي اتخذها مجلس النواب بشأن دمج التشكيلات المسلحة والعسكريين وإعادة تأهيل منتسبيها داخل المؤسسات المدنية والعسكرية إذن لماذا يعترض الأطراف الأخرى من الحوار على جهود مجلس النواب لتوحيد الجيش الليبي تحت قيادة المشير خليفة حفتر الأطراف الأخرى مستفرة على الأسف الإسلام السياسي المتطرف لا يؤمن بالحكومة المدنية والتداول السلم للسلطة ولا يؤمن بوجود جيش نظامي وبالتالي هم يؤولون على أن تكون هناك ميليشيات خاصة بكل مجموعة و بكل شخص لديهم ميليشيا بدليل أن حكومة السراج اعتمدت على هذه الميليشيات في طرابس تكون حرص رئاسي ودليل على ذلك أنهم لا يستطيعون ولا يستطيعوا إخراج هذه الجماعات من طرابس وتعمل السلاح وبالتالي لا يريدون تكون جيش جيش الليبي جيش موحد ليس كما يقول البعض الذين يقاتلون في صفوف الجيش الوطني من كل أنحاء ليبيا من الجنوب ومن الغرب بشهادة الجميع ومن كل مدن ليبيا يموتون في سياحات القتال من أجل دحر الدواش أيضا الكلية العسكرية بها عدد كبير من الضباط المتدربين حاليا من كل أنحاء ليبيا فهو جيش موحد وهناك وحدات الآن في الجنوب تتبع الجيش الوطني ووحدات في غرب ليبيا تتبع القيادة العامة للجيش يعني أن هناك جيش موحد لكن ليس هناك رغبة من الأطراف الأخرى أن يقوم هذا الجيش الجيش لم يكن حكر على أحد ولا لمدينة دون مدينة أخرى الجيش يتكون من ضباط وجنود من كل أنحاء ليبيا ومن كل مكونات الشعب الليبي من التوارغ من التب ومن الأمازيق من الشرق ومن غرب ومن شنوب ليبيا لكنهم في الواقع لا يريدون جيش بدليل أنكم تسمعون أنهم يقولون البناء المنصوص هل هناك تسمية في الجيوش العالم البناء المنصوص والبناء المحذوف والبناء المجزة جيش للجيش الوطني جيش واحد أحيانا يدعمون هذه المجموعات وأحيانا يتبرؤون منها كما ذكر السيد السرر في الأيام الماضية في شأن الجيش أيضا ما آخر التطورات في مساعي مجلس النواب ليه رفع حظر التسليح عن الجيش ومساعدة الجيش في إتمام مهامه العسكرية في الفترة المقبلة نحن بدلنا جهود مضنية كثيرة وطلبنا من جامعة الدول العربية ومن خلالنا العرب في كل المراحل أنهم يساعدوا الجيش الليبي لأن الجيش كما ذكرت جيش منظامي جيش منظبط لدينا الدلائل على أن الجيش نظامي آخر الدلائل وعندما تحررت غرب بنغازي أمرت الوحدات الموجودة في بنغازي بأن ترجع إلى ثكانتها وفعلا رجعت هذا معناها أن هناك جيش كليات العسكرية كما ذكرت التدريب مراكز للتدريب نريد أن يرفع الحظر على الجيش الليبي الذي نرى أنه يكافح الدوائش نيابة على المجتمع الدولي جميعا وليعلم الناس الأوروبا بأن حتى الهجرة الشرعية لم تأتي من المناطق الواقعة تحت الشرعية البرلمان والقوات المسلحة كل الهجرة غير الشرعية تأتي من غرب ليبيا لأنها تحت الميليشيات المسلحة التي تجاجر بالبشر الذين يموتون للأسف غرقا في البحر المتوسط سيادة المسشار فيما يخص المؤسسة الوطنية للنفط رفضت لجنة الطاقة بالبرلمان مشروع المؤسسة الوطنية للنفط الموحدة بعد عدم امتسال مجلس إدارتها أمام اللجنة وقررت نقل الصلاحيات للمؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي فما الموعد الفعلي لنقل كافة الاعتمدات والصلاحيات لمؤسسة الوطنية للنفط بنغازي وتنفيذ هذا القرار الإشكال ما هوش في مؤسسة النفط الإشكال في محافظ مصرف ليبيا كما تعلمون أن تعيين المحافظ مصرف ليبيا من اختصاص مجلس النواب ومجلس النواب من سنة 2014 قام بدعين السيد علي الحبري محافظ لمصرف ليبيا ويقارس السيد الصديق الكبير المحافظ السابق لكن للأسف المجتمع الدولي يفعل غير ما يقول يحترف بالشرعية ومجلس النواب حكومة المنثقة عنه لكنه في الواقع يعرقل قرارات مجلس النواب لم يحترف بها لم يحترف بهذا التعيين وأصبح يعول على السيد السراج لأنه يدعم في هذه المجموعات وإضا في الجماعة الذين انقلبوا على الشرعية وبالتالي تم تثبيت السيد السراج عنوة من المجتمع الدولي على أساس النواب والمحافظ الشرعي والتعامل يكون معه وبما أنه دخل النفط يذهب إلى مصرف ليبيا المركزي في ترابس وبالتالي كل إرادة النفط كانت تصرف على هذه المجموعات في ترابس من حكومة الإنقاذ إلى حكومة ما يسمى حكومة الوفاق إلى المجموعات المسلحة في ترابس هذه الأموال رغم أن دخل النفط سبعين في المية من دخل النفط من المنطقة الشرقية من العلال النفطي وكما سمحتم أن محافظ مصرف ليبيا الشرعي سيد علي الحبري قال في فترة سابقة أن دخل النفط لم يأتي منه إلى شرق وجنوب ليبيا إلا 12% رغم أن 70% من إرادة دخل النفط هو من شرق ليبيا وبالتالي من هو معرقل لوحدة المؤسسة أو وحدة المصرف المركزي هو سيد صديق الكبير الذي صادر حكم بات من المحاكم الليبية بأنه غير شرعي وأن المحافظ الشرعي هو الذي يعينه مجلس النواء أما فيما يتعلق مؤسسة مؤسسة موحدة بالتأكيد لأن دخل النفط الليبي لكل الليبي في الشرق في الغرب في الجنوب ثروة النفط الليبي يجب أن يستفيد منها كل الليبي لكن لا يربط الأمر بمن هو رئيس المؤسسة إذا كان من الطرف الحكومة الوفاقة أو الإنقاذ فهو شرعي أما إذا كان من مجلس البرلمان والسلطة الشرعية غير شرعي مؤسسة النفط الليبية نؤكد لك أنها موحدة وأن النفط لكل الليبي لكن من يختار رئيس هذه المؤسسة هو مجلس النواب والحكومة الشرعية بلا السيدة عبدالله في ظل أزمة السيولة المالية داخل ليبيا إلى أين تذهب عوائد النفط وهل ترى أن تلك الأزمة هي أزمة مفتعلة نعم مفتعلة بدليل أن الداخل للنفط كما ذكرت لحضرتك يأتي من الشرق ليبيا 12% الشرق والجنوب من داخل النفط وبالتالي يتصرف فيه عن طريق المحافظة الآن المقال من مجلس النواب والمحكوم بالمحكمة أنه غير شرعي لا زال هو الذي يتصرف في النفط بهذه الطريقة غير العادلة كان الأولى بأن يتم توزيع النفط على كل مناطق ليبيا على عادة السكان حتى يستفيد من كل الليبيين ولكن نرى أن بعد غرار المجلس النواب الأخير وبعد أحكام المحاكم ألموسى تتغير سينتبه المجتمع الدولي وخاصة أخواننا العرب بأنه يجب التعويل على الشرعية ودعم الجيش الليبي الذي يحقق انتصارات ضد الإرهابيين في كل لحظة إذن سيادة المستشار في هذا الشأن أيضا لمن سيغضع جهاز حرس المنشآت النفطية بعد نقل الصلاحيات لأسسة النفط الوطنية ببنغازي وأولا مقر المؤسسة صادر قرار حتى قبل من فترة طويلة بأن مقر المؤسسة هو منغازي يعني مقر المؤسسة النفط هذا ما فيه خلاف أن مقر المؤسسة ولكن داخل النفط يظل أن يدخل مصرف ليبيا المركزي أما فيما يتعلق بالحراس فهم أفراد من الشعب الليبي عبارة عن حراس لمنشآت النفط من التحدي على لا لهم علاقة بإدارة النفط ولا بتصدير النفط ولا بأي عمل يتدخل بالنفط مؤسسة النفط تتبع الشرعية والحرس بعض الوحدات من الجيش الليبي لكن لا علاقة لها بإدارة النفط ولا بتصرف في مشتقة النفط ولا في إرادة النفط ولا في أي تعاقدات وإلا إجراءات كان هناك لقاء جمع سيادتكم مع السفير الإيطالي لدى ليبيا بعد إعلان مجلس النواب عودته للحوار السياسي وفق الشروط التي وضعها فما نتائج هذا الحوار؟ هو حقيقة إيطاليا يعني لها موقف واضح دعم للجماعات المنقلب على السلطة في في ترابس ودليلي على ذلك أني حتى قبل تكوين المجلس الرئاسي وقبل الاتفاق السياسي زرت إيطاليا وطلبت من التبكين السفير المكلف من قبلنا بمهم السفارة في إيطاليا لم يوافقوا لهم لا يوجد مجلس رئاسي والسلطة الشرعية المحترفة بها مجلس النواب والحكومة والمباثقان مما يدل على إنحيازهم لحكومة الإنقاذ والجماعات المنقلبة على الشرعية وهم كانوا يدعمون هو لا زالوا يدعمون حتى هذه اللحظة السيد السفير سبق لو أنزلنا في طبرق ذكرنا له إنما مصلحاتهم أن تكون لهم علاقة مع ليبيا شرقا وغربيا وجنوبها وبالشرق بالذات في مصالحهم هنا في الشرق وعد بذلك وحتى بفتحة قنصلية في الشرق في مدينة طبرق وأنهم يريدون التعاون هو الاحتراف بالشرعية لكن للأسف بعد الهجوم الأخير على حقول النفط سمعنا سيد وزير الخارجية يتهم الجيش بيقول ميليشيات حفتر ويستنجن في هذا العمل قلنا هذا الكلام للسيد السفير لكنه قال إنه يمكن هذا الكلام غير صحيح وسيد وزير الخارجي لا يمكن أن يصدر منه هذا التصريح أكدنا على أننا لا نقبل من أحد أن يتدخل في شأننا أو يفرض علينا بعض الأسماء لحكم ليبيا نحن نحترم الوفاق السياسي من خلال الاتفاق السياسي نقوم بتعديل بعض البنود التي نرى في غير مصلحة الشعب الليبي نرحب بالجميع وبالعلاقات مع إيطاليا وغيرها فالرجل تفهم هذا الأمر وصرح أيضا بأنهم سيقومون بعلاج الجرحة وبالفعل بدأ في ذلك وأيضا أكد على أن يجب أن يكون هناك تعامل مع الشرعية الممثلة في مجلس النواب أعتقد أن الجانب إيطاليا وخاصة السفير تفهم الواقع في ليبيا أعتقد أن سياسة إيطاليا خاصة بعد قرار مجلس النواب ستتغير أعتقد فيما يخص جهود دول الجوار لحل الأزمة الليبية الرئيس السيسي أكد في كلمته أمام القمة العربية بالأردن أن على الليبيين أن يتوحدوا لإيجاد حلول وأدوات وصبل لتنفيذ الحوار السياسي فما تقييمك للدور الذي تلعبه مصر في حل الأزمة الليبية أولا في هذه اللحظة نحيي الشعب المصري العظيم وأيضا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أنقذ ليبيا ومصر ونؤكد على أن هذا الرجل دائما للشعب الليبي وللجيش الليبي بقوة وعلنا وصراحة بدون أي تردد أو مؤربة كان كلامه واضحا في كل المرات بدعمه للجيش الليبي للجيش الوطني لأنه يعرف من يحارب وأيضا انحياجه للشعب الليبي هذا ليس غريب على مصر ولا على رئيسها وكان عمله واضح خاصة في أمريكا وقبله في كل محافل أدولي في لقاء جامعة الدول العربية سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقفه واضحا وصريحا وداعما للشرعية في ليبيا وأيضا يحرص على أن الشعب الليبي يختار من يحكمه ويحل قضيته بنفسه بمساعدة الأقوى العرب من دول الجوار نحن أيضا نؤكد على ذلك ونرحب بالدور المصري الرائد في هذا الشان ونتطلع أن نكون في الأيام القليلة القادمة بعد رؤية مجلس النواب الواضحة والمعقولة أن يريد رئيس الوزراء غير رئيس الدولة وهذا معمول بي في كل الدنيا أن المجلس الرئيسي فشل من ثلاث أعضاء هذه الأمور عادي ومقبولة أعتقد من الجميع نتطلع إلى أن يكون الأمر واضحا لأخوتنا في دول الجوار أما بالنسبة لمصر فنحن نرى أنه لا يزيد عليه أحد وأنها دائما وتاريخيا مع الشعب الليبي أخيرا سيادة المستشار ما الرسالة التي تود أن توجهها إلى الشعب الليبي دائما التحيير الشعب الليبي الصامد الشعب الشجاع وعليه أن يتضامن وأن ينسى الأحقاد وأن ندعو كل الشباب في ليبيا في كل مدن ليبيا أن يتحدوا ضد عدونا الواحد وهو الإرهاب وهو عدو الإنسانية في كل أنحاء الدنيا شكرا سيادة المستشار على إتاحة الفرصة لنا لإجراء هذا اللقاء شكرا لك شكرا كان هذا لقاؤنا مع سيادة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي تابعونا في لقاءات أخرى شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة